موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها في الصحة دراسة فإذا تسناول ثلاثة أقداح من القهوة يوميا أكبر من الضرر قال علماء إن الأشخاص الذين يتناولون ما بين ثلاثة وأربعة أقداح من القهوة يوميا تزيد احتمالات أن يعود ذلك بالنفع على صحتهم فتنخفض درجة تعرضهم لأختار الوفاة المبكرة والإصابة بأمراض القلب عما يعزفون عن احتسائها إلى صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم مع قدوم فصل الشتاء هذه المظلة الذكية تتنبأ لكم بحالة التقص طورت إحدى الشركات مظلة ذكية تعتمد على تطبيق للتنبؤ بالتغيرات في التقص وإبلاغ المستخدم بها كما يساعد التطبيق صاحب المظلة في العثور عليها في حالة فقدانها أو نسيانها في مكان ما ونطالع من صحيفة اليوم السابع المصرية تسلا تتمكن من صناعة أكبر بطارية في العالم كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن نجاح شركته في تطوير أثخم بطارية ليثيوم أيون في العالم في استراليا خلال مئة يوم فقط وهو ما يعد أقل من الوقت الذي وعدت به الشركة لإنجاز هذا الأمر وصحيفة الوئام السعودية مشاهدين عن ونت بين صفحاتها لهذا اليوم تطبيق ذكاء اصطناعي يساعد على التركيز والنوم تعرف عليه يساعد تطبيق برين أف أم من يجدون صعوبة في التركيز أثناء العمل أو صعوبة في النوم والاسترخاء على تحسين التركيز والنوم وتأمل لمدة خمسة عشرة دقيقة عبر مجموعة من المقطوعات الموسيقية المصممة من قبل الذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر